موسيقى أول شيء أهلا وسهلا فيكم عندي موقع لست أنفو اللي بحبه كتير واللي عزيز على قلبي بدي رحي فيكم عندي هاي اللي المشاركة اليوم هي مش الأولى كانت اللي كانت الثاني نحنا اشتركنا بأول عمل مسيرة مسيرة هالعمل من إنتاج شركة سير العرب بمديرة ورئيسة بشخص الأستاذ والمهندس عادل سعد هالعمل يعني اليوم العمل الأول كان في عدة فنانين من لبنان ومصر وعراق ومغرب والسودان أما هالعمل الثاني اختلف يعني هذي العمل الأول كان اللي ما بين اختلاف العمل هيدا الأول والثاني العمل الأول كان الفنانين مقيمين كلهم بالمغرب وكانوا يعني متل كانت شيء شكر وعرفان للمغرب ملكاً وشعباً أما العمل الثاني كان فيه كبار الفنانين المغاربة كمان بتبذكر منهم الرايس صافة متحيحيت الفناني القديرة رشيدة طلال عبدالعلي أنوار أكيد محفظ الألقاب عز الدين جسوس وأنا كلبناني والوحيد اللي أنا كنت بهذا العمل لبناني وكان إلي كلمة شكر في الأخير بأخير العمل لجلالة الملك على الدعم والمساعدات اللي قدمها للبنان الله ينصر وطور بعمره وشكراً للمملك المغربي وشكراً للكم ملكاً وشعباً هالعمل كمان من إنتاج شركة سير العرب توزيع كان للميسرو هشام بلمين والألحان والكلام الكلام كان للشريفة وعصام وهبي والألحان لعصام وهبي والإخراج هالعمل كان لوائل بنحده عمل كان وطني بإمتياز وإلي الشرف أكيد دائماً نشارك بأعمال وطنية يعني ما في حداً نعيطلي على عمل وطني اللي غير ما كنت من أول الناس وأنا ديجاء أصلاً بديت بهذا الموضوع إذا بدك من 2013 كان عمل فردي لإلي أهل المغرب كان هالعمل من ألحان بوب صارة معيش كان وكان لإلي كان كبداية أنه أول عمل بالمغرب لإلي كان أنه رد جميل بسيط لهالشعب الغالي على قلبي واللي صار جزء مني فما بارك اليوم أنا تقريباً من الألفين إذا بدك تقولي من الألفين واثنين دخلت على المغرب وأما كان الاستقرار من الألفين وسبعة فمن الألفين وسبعة لحد يومنا هذا أنا بالمغرب فشي قليل قدم للمغرب عمل وطني بيستاهل يعني يكون يعني بيستاهل يعني بيستاهل للشعب أنه أنا أقدم له شي جزء من شيء اللي هو يقدمه كتير لألماء موسيقى الفن حياته الفنين بذات الوقت الفنين حياته المسرح والغنى والستوديو والديما الإنتاج والعمل أما كورونا إجت يعني لا على العلم ولا على الخاطر كانت بغصبنا عنا كلنا إجت فجأة و يعني بيوم وليلي تسكرت البلد وتسكر العالم كله الخير في مختاره الله بالنهاية نحن ما عم نعترض على حكمة رب العالمين بس هيدا اللي صار أكيد أثرت كتير على النفسية وأثرت كتير على الصحة و في كتير ناس يعني اللي ما مرضوا كورونا يمكن مرضوا بشي تاني بالكآبة بالستريس اللي صار عندهم يعني منهم سو بتمنى الله يرفع هالبلا عننا وعنكم إن شاء الله يا رب ونرجع للحياة الطبيعية متل ما كنا لأنه الحياة حلوة وهيدا درس كبير تعلمنا منه درس كبير تعلمت منه البشرية كلها إنه قدم العلمة تقدم شوفة قديش العلمة تقدم اليوم وقديش يعني الناس طلعت على الأمر وناس طلعت على المريخ ولكن فايروس صغير شوفة شو عمل بالبشرية وقف العالم سبع اثنين شهور تسعة شهور نحن ندخلين هلأ ومش عارفين أين هنخلص بتمنى بتمنى من كل قلبي تجاهلت لطبعتها بتشكر أول شيء المملكة وجلالة الملك الله يونسر أطول بعمره على المبادرة الطيبة على البشرة السارة اللي بشرنا إياها من كم يوم وعلى حبه لشعبه وحبه للناس اللي سكنين بالوطن هون بالمغرب على اللقاح الحقيقي إن شاء الله على المغرب وإن شاء الله يكون فاعل يا رب ولأنه هيدا الأمل الوحيد لإلنا كلنا إنه ترجع الحياة لطبعتها مثل المكانات موسيقى حبيت هيدا الفترة كون قريب من عائلتي أكتر واهتم ببببب يعني اهتم فيهم أكتر وبعدهم عن المشاكل أما هيدا المشروع يعني إن شاء الله ممكن يصير بس مش هلأ عالقليلة نطلع من كورونا لأنه السلامة هي أول شيء بعدين بيجي بيجعل مشاريع موسيقى أنا بدي أقول لك شغلي أنا ماني شايف بالنهاية أنا فنان بغني إذا كنت رح أعمل شيء رح يقوم من النطاق العمل طبعي اللي أنا اللي أنا بفهم فيه صورة إجي قليك إنه أنا ممكن أعمل محل آكل ومحل ما بعرف شيء صراحا مش بيرت براسي ممكن يكون شيء إله علاقة بالفن موسيقى علاقة جيدة جدا بكلهم تقريبا لأنه عم بحكي عن الفنانين أكيد مش عم بحكي عن غير الفنانين الفنانين اللي الفنان يعني اللي بيبقى إنسان محترم حاله وإنسان عم بيقدم أعمال فنية راقية يعني شو بدقليك؟ بيكون أول شيء فنان بأخلاقه هادي أهم شيء فهودي الفنانين أنا يعني تقريبا ما في يعدلك أسامي لأنه كثير موجودين هوني كلهم أخوة وأصحاب وصداقة متينة موسيقى موسيقى في كثير فنانين مغاربي صراحة محترمين بذكر منهم صديق إذا بدك صديق العمر لأنه أنا وياسرنا عمر مع بعض الفنان عبدالعلي أنور من أصدقاء الغليين على قلبي الفنان عز الدين جسوس كمان كنا بالملحمة مع بعض نحن مع بعضنا كلنا كمان صداقة أكثر من 12-13 سنة يعني مش بدي أقولك الطيبة مثل كمان ما بيقولوا بالنهاية حسب ما بتعامل تتعامل يمكن أنا لأني بتعامل منيح معهم اني بتعاملوا كثير منيح معهم عرفتك؟ فبالنهاية الواحد ما بياخد شيء معه اللي غير السمعة الحلوة والله يقدرنا أنه دائما نكون محبوبين عند الناس ممكن ممكن في جزء منه صح بس في مرات بتشوفي فنانين بيغاروا على بعض ويحبوا بعض يمكن بشكل مش طبيعي يعني أنا مثلا بالعمل هلأ هذا اللي نعمل مؤخرا بدي أرجع للفنان عدل علي أنوار طلع هو على المكساج وهو اللي مكسج لنا أصواتنا مع الموزع الموسيقي هشام بالمين هو كان معه على المكساج إنو هيدا مش شغلته مثلا لقلو طلع هو كمان وقف وكان من الناس اللي اللي حبين يعني يعني هيدا هيدا البدرة الطيبة اللي عند الفنان تبقى إنو مش بس أنا اهتم بحالي كمان باهتم بأصحابي يعني بحس إنو كمان فيه لأنه هلأ إذا باتيش تحكي عنه لأنه هو من الخامة الطيبة يعني من الفنانين الطيبين موسيقى الدرجة المغربية؟ أكيد أكيد بس يمكن بحكي لبناني أكتر هند لأنه بعبر أكتر بـ بقدر عبر أكتر بلاجة بلادي بس أكيد المغربية الدرجة المغربية أو أو اللكني المغربية صارت خلاص يعني براسي يعني دائما صارت بحكي فيها مع أولادي مع مع الناس يعني بيحكي عن لبنان والدمعة بعيوني والحرقة بقربية لأنه هيدا البلد تعزب كتير وضحى كتير وقدم كتير ناس وشهده وشو بدي قلك حرام هيدا البلد كل هالتطحيات تروح على ولا شيء سبق وقلت ورح أرجع ورح أرجع كررها مشكلتنا ببلادنا حكامنا الله يهديهم ما بدنا نحكي أكتر من هيك لأنه يمكن نحكي يمكن الكلمة تجرح أكتر بس الله يهديهم وحبوا هالبلد لأنه لبنان بلد جميل جدا 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 لو بيطلعوا بس هيك فوق لبنان هيك بشي طيارة كلهم مع بعضهم مجموعين وبيشوفوا قديش هالبلد حلو من فوق ولو بيشتغلوا من قلبهم لهالبلد كان بيكون يعني من أحسن بيرجع لبنان اللي كان أيام زمان أيام اللي كان خبرنا عليه الوالد وجدودنا الجدة وستة لكانوا خبرنا على لبنان كيف كان قبل أما هلأ لبنان للأسف يعني الله يهديهم وإن شاء الله يرجع متل المكان يا رب بدي اقليك شغله مش رح اكسب عليك أبدا فيها ولا رح جامل لبنان بلدي شقفي من قلبي مسقط راسي وبيفتخر لانتمائي لإله ووما رحت ديما برفع راسه لفوق وبرفع رستي بالعالي لأنه ما النكر أصله لا أصل له بس المغرب صار جزء كبير بحياتي أنا اليوم إنسان صار لي بكتقولي داخل ع 13 سنة سيري عايش بالمغرب صار عندي العائلة أول شي أسست عائلتي بالمغرب أصدقائي صاروا كتير كلهم من المغرب تقريبا حياتي صارت يعني خلص مرقرجي على هيدا الشيء اللي أنا عايش فيه بالمغرب هون شون مش صارت صعبة علي إنه عايش في لبنان لا ممكن أكيد وروحوا إيجي دايما زيارة على لبنان بس الاستقرار هلأ وده المستقبل إن شاء الله رح يكون مغربيا لأنه عن جد هالبلاد صار بيعنيلي كتير وبحبه من كل قلبي وصدق بحس حالي بغار على الشعب المغربي متل ما وغار على شعب بلادي وبتمنى لهم كل الخير شعب طيب إذا اتعملتي معه مزيان بيشيلك فوق رأسه اللي اتعملتي معه كتير منيح بيشيلك فوق رأسه وفي عندي كلمة دايما بقولها الغريب أديب لازم يكون أديب لأنه بس تكوني مؤدبة مع الناس وانت إنساني غريبي عن البلد رح يشلوكي فوق رأسك وأنا أصلا ما عاش غريب عن البلد أنا اليوم صرت نصف مغرب ونصف لبناني صوى يعني بفتخر بانتمائي لهالبلد وما بنسى أكيد بلدي لبنان لأنه هيداك قلبي وعقلي دايما بيضلي كنت حكيت بهيدا العمل بهيدا الموضوع قبل إن شاء الله عب نحضر أغنية مغربية يعني عب نحاول نجيب أغنية مغربية تكون مش عب قلك من هيدا النمط اللي هلا نحنا فيه ولا بعيدة ولا حتى بعيدة عنه إنه تكون أغنية مغربية بالمستوى هلا اليوم الأغانية المغربية إذا بتلاحظي مؤخرا صارت تتشبه كتير بعضا يعني قليل اللي عب يخترق هيدا أكيد بوجود فنانين كبار مثل سعد وحاتم ما بعرف الأسامة الثانيين بس إنه هودا أكتر شيء اللي بيرزين عبيعملوا أغانية مغربية كتير حلوة شبابية أنا بتمنى أعمل أغنية مغربية شبابية بس كمان يعني بتكون ما بعيدة عنهم بذات الوقت ما تشبههم هيدا هو اللي أنا عبدور عليه فعندي عملين هلأ اللي عب حضر لهم عمل مصري صار تقريبا هو هلأ القريب أكتر شيء رح يكون إنتاج الشركة تصير العرب إن شاء الله هيدا عم نحط لمسات الأخيرة عليه وفي من بعضه أغنية لبنانية كلاسيكية رح تكون شوي وإن شاء الله من بعض رح يكون أغنية مغربية ضروري لأنه الجمهور المغربية كوني أنا عايش بالمغرب لازم يكون عندي أغنية مغربية إن شاء الله ونتمنى من الله التوفيق ونتمنى يعني غير الأوضاع تتحسن وترجع مثل المكانات لحتى نقدر ننطلق نرجع من أول وجديد أنا يمكن شوى صغير إطلالاتي إقلال وبعرف إنه هيدا السؤال بتسأليني هي لأنه حسيته فيكي إطلالاتي يمكن إقلال ومشي كتير بيّن للصحافي والإعلام إلا غير بأعمالي بوعدكم من يوم رايح رح تزهقوا مني رح ديما يكون عندي أعمالي جديدة إن شاء الله ورح من فترة إلى فترة يكون عندي كوفر أغاني لفنانين كبار معروفين أنا مش كتير بحب تشارك الروتين طبعولي اليوم هيدا هلأ صرت كتير دياجي كل يوم بيعملوا فيديوهات روتين السوشال ميديا بدنسبة للفنان نعمي ونأمي بذات الوقت لا يقول لك ليش الفنان اليوم وقت اللي بد يبلش يشارك الناس كلها بشو أكل شو شرب شو لبس شو عمل كيف دخل على هيدا الرستوران كيف أكل بها يعني وين صرنا صرنا خلص راح ترهجة الفنان من زمان كنا نرى فنان كبير يعمل سيدي او شغني جديد كنا نتلهف عشان يجي اليوم اللي حيطرح هذا الألبوم فيه عشان نقف بالصف على الهدى عشان روح ناخد الكسات دياله بأيام ما كان هوليك تتذكر الكسات اللي كانوا طبعول كنا نستنى ومين بيأخذوا الأول ويشوف حاله إنه أنا أخذت الكسات بالأول تصوري وين كنا اليوم بتحسي السوشال ميديا يعني ميحة ومش ميحة بطل تعطي رهجة للفنان كتير بطل عنده صار الفنان كأنه يعني عبيش تارك حياته اليومية مع الناس كله صارت كله شي عارفي عنه الناس لأ خلي أعمالك هي اللي تحكي عنك كون عندك عمل حكي عنه قد ما بدك بس من غير العمل شو عندك ممكن تطلع مثلا مرة بالأسبوع تقلهم ترحب بالناس طبعاك تقلهم اشتقتلكم تقلهم ما بعرف شو ولكن مش ضروري كي اليوم ما خلاص اوكي إنه أنت موجود وبيحبوك خلي الناس تتلهفك تتلهف عليك تشتقلك عرفتي أنا بالنسبة لي إلي هيك كلمة أخيرة شو بدي إقلي كلمة أخيرة وقولة وبالوسط ومتل ما بديك أول شي اللي سيتقنفوه من المواقع المحترمين جدا ولي بحبوهم كتير وناس يعني الإعلميين أو مصورين أو ناس محترفين جدا 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 يعني شو بدي إقليك الله يقدم لكم اللي في الخير لأنكم تستهلوا كل الخير وبدي رحب فيكم مرة تاني ببيتي المتواضع وإن شاء الله يكون المستقبل القريب اللي جاي كله أمل وكله صحة جيدة وبعيد عن هالأوبئة اللي موجودة هلأ وإن شاء الله يرفع هالوباء عنا جميعا نرجع لحياتنا ونحيد الكمامة ونعمل مثل هود الناس اللي متخرجين من الجامعة أول ما يطلعوا يشيلوا الكمامة ونخلص بقى نرجع نطلع من هالكابوس اللي كنا عايشينه عن جد لأنه كابوس هو لكل متتبعين لو سيتقنفو انتظروني أنا قريبا داني نور بأعمال فنية رح تكون بالمستوى وتعجبكم إن شاء الله بدي أشكرك انت هند بدي أشكر حمزة من وراء الكاميرا كنت رح أنسى اسمه مع أنه بحبه كتير لحمزة أصحاب أنوية من زمان وكانت ريني مع بعض على فكرة أنوية ديما هلأ هلأ ما تشفهوش هلأ من بعد بخبركم هلأ سأل عنده شوية القريب بس من بعد رح نرجع إن شاء الله بشكركم على زيارتكم العزيزة على قلبي كتير شكرا اشتركوا في القناة